السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم ان شاء الله بعيدا عن اللحوم سنشوف مع بعضياتنا 4 سلطات يعني صيفية منعشة مغدية كل سلطة لوحدها ممكن انها تكون وجبة غدا كاملة مكملة يعني وجبة مشبعة بنسبة لهذه السلطات ان شاء الله سنشوف مع بعضياتنا تشكيلة من كيف قلت في البداية 4 سلطات ونبدأ على بركة الله بأول اقتراح او المقبلة او مرافقة اللي هي البطاطس هذي اللي كترافق لنا دائما الاطباق دينا وما كان ستغنى وشعلها مرافقة او لمقبلة البطاطس هنا اختارت البطاطس الصغيرة هي اللي كانت متوفرة ليا طبيعة الحل مشي شرط ممكن انكم ديروا البطاطس كبيرة بنسبة لهذه البطاطس غسلتها مزيان 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 لانني قدي نسلقها بالقشرة ديالها في ماء مملح ومن الاحسن نخلي واحدة كتبرد مزيان وممكن تكون كتحضير مسبق يعني نوجدوها بليل قبل ونخليوها في تلاجة كتكون باردة وقابطة في رسها من بعد كنقسمها على الجوش باش كتعطيني انصاف كيف كتشوفوا معايا وكيف قلت ممكن تديروا البطاطا الكبيرة يعني وتسلقوها وتقطعوها شرائح البطاطا الصغيرة كتكون لديدة احتهية ونوضفوها بحل هاد الاقتراحات هادو بعد ما حيتليها القشرة ديالها يعني بعد ما تسلقات ونسلقوها بالقشرة ديالها كي بقى المدق ديالها زوين في مأمون ملح من بعد قطعتها كيف قبلت على امصاف او لا شرائح مني كتكون باردة كتعطينا الطوع كيف كنقولو كنتحكموا فيها كيف مبغينا هنا بالنسبة التوابل اللي كتعطيها واحد لمدق زوين عندي شوية الكامون شوية القصبر يابس الملحة الخرقوم التحميرة وعندي البصل البودرة والتوم بدرة والشطة او للسودانية ركزوا معايا على البصل البودرة والتوم بدرة والسودانية والتحميرة ضروري منهم فهذا الوصفة هدي كتعطيها مدق زوين هنا غدي نضيف شوية ديال اعشاب مناسمة عندي هنا الزعطرة كنحكها بين يدية ولا عندكم اعشاب مناسمة يعني مجموعة في قريعة ممكن انا يا كنوضف هاد الزعطر والزعطرة بلديين مصيبهم او لم نقيهم علي يدية ديرهم في قريعة كنحك شوية ديال الزعطرة وغدي نضيف هذا التوابل اللي خلط مع بعضياتهم تيقوا بيا او لا صدقوني كد جي واحد البطاطا ما تشبعوش من هال مرافقة جميع اطباقكم يعني ممكن تكون مشوية ممكن يكون دجاج ممكن يكون لحم ممكن يعني رافقوها كي باش مبغيتو غضفت شوية ديال زيت نباتية وغضفت شوية سلسة صوجة وغدي نخلط الكل يعني علش كنأكد في البداية وش رح تعود ويعني طولت شوية شرح انها تكون باردة مش هكمتها الرش لين البطاطا يعني كنت حكموا فيها وكنت لبسوها بهذا العطرية مزيان كنأخذ اه طاوة ديال الفران او لا توصيل ديال الفران فرشت لي ورق المطبخ وغدي نستفيه هاد الانصف هادو ديال البطاطس انا الكيمياراني درتها شوية بزايد ولكن هادي اللي غدي نحب دابا وما تبقى كنحتفظ به فتلاجة يعني ما كندرش لي شرمو لها كنخليها فتلاجة لوقت اللي بغيتو كنجبدو كتجي فيها المدق ديال الحار كيجي فيها زوين صفيو غدي ندخلها تصينياتي يالي الفران ممكن تحكو واحد لحكة اخرى ديال الزعتر من الفوق وقد دخلوها الفران ساخن فهد الوقت ما نبدأ شبهها انايا دابا نخليها على جنب حتى نكمل باقي السلطات وعد ندخلها الفران بنسبة السلطة اللولة هنا عندي الخص ضروري الخص كنشفوه مزيان نغسله ونشفوه مزيان يعني كتحضير مسبق للسلطات كنخلي الخص يعني كتسقطر مزيان من بعد كننفرش لي وريقة من يدل او لسيريبتو ونخليه حتى غادي نشف كنقرضو بهالطريقة هاكاية كيف كتشوفو محياة كنحيل هدوك العصيات اللي كيكونوا في الجنب وكننقطع الخص وعندي الخيار مقطع عندي مطيشة مقطع مكحبات وعندي الفلفلة مشوية يعني يعني لش وجدت هادو باش هكا غدي نوضفهم بزف ديال اقتراحات ديال السلطات هادو رئيسيين يكونوا عندنا اللي هما يلخص عندي الفلفلة عندي الخيار وعندي المطيشة عندي الجو ساخن يعني ولا بدلنا من السلطات بنسبة الفلفلة عندي الفلفلة عندي الفلفلة الوان اللي توفر الخضراء صفراء وحمراء اللي توفر لكم فيهم ووضفوهم سفي عندي العناصر كامل عندما تقريبا ديال السلطات هنا بالنسبة للسلطة الولا سلطة السنطير او العجائين هنا يوضفت السنطير ذاك صغور الحجم ديالو صغور انا وضفتوا معاكم مش حل من سلطة ووريتوا لكم قبل ما كيتسلق يعني عندي هاد السنطير صغور مسلق في ماء مملح وكننخلي حتى كيتسقطر طبعا الحال كنغسلو وكنخلي عجم كيتسقطر كتكون الحبة ديالو حبة كتلقوا تختها كيف كنقول اضفت عليها البصلة مقطع مكعبات صغيرة ضفت شوية ديال الفلفلة هنا الحمرة والصفرة والخضرة وهاد شي على شوجتهم من قبل باش نوضفهم في العديد من السلطات هاد السلطة ديال السنطير قطعته او لا زيتون مقطع ذوائد طبعا الحال كيكون مغسول ومسقطر مزيق اضفت ماطيشة وغادي نضيف الخص وغادي نضيف هنا شوية ديال الدراء معلبة انا اتعمت اني نوريكم كل شي محطوطها كاية كيف كتشوفوا معي باش نوضف هنا ونوضف هنا وتنتو ما ان شاء الله تبعوا معي هلا عندكم الضيف وبغيتوا يديروا تشكيلة ديال السلطات ضفت شوية ديال الربيع اللي هو القصبر ومعدنوس علبة ديال طونة غادي نوضفها ماشي غرف سلطة واحدة غادي نقسمها وغادي نخلط الكل مزيال هاد سلطة بوحدتها كيف قلت في البداية وجبة مشبعة بنسبة لي انا يبوحدتها ما شاء الله كاتجي غزالة كاتجي غانية عندي فقريعة سوس فينيك ونضيفتها الزيت وشوية الخل مليحة بزيرة وشوية المضهب ونضيف لهم ضريس ديال تومة فايت لحتها هي شاركتها معكم ونخليها دائما في القريعة أو في بب ديال تلاجة لوقت اللي وجدت سلطة نلقها واجدة باش ماشي كل مرة نمشي ونوجدو ديك سوس فينيك غادي نوجدوها مرة واحدة ونخليوها هنا ندوزو السلطة الثانية اللي هي سلطة الحمص وكنت وعدتكم بها كاتجي ممتازة هاد سلطة الحمص خديت الحمص بيتوليلة كاملة منقوع في المنبع بسلقناها عادي ثماء مملح وخليتو تسقط أولا عفوان هزيت منه كمية وضفت عليها البصلة البصلة كتوتى بزاف مع الحمص ضفت عليها ماطيشة ضفت عليها الدراء المعلبة يعني علبة ديالة قسمتها على هاد سلطة وضفت الفلفلم شوية والسلطة وهناي الطونة اللي وضفنا في السلطة اللي وضفنا في السلطة هاد سلطة هاد سلطة الثانية ديال الحمص ضفت لها أربع اللي هو خالط ما بنقصبر ومعد نس وطريط قديل كامون ونضيفها على سوس فينيغرات يعني هاد سبغي شوية الكامون ونضيف لها سوس فينيغرات ونخلط الكل ونخليها تشرب هادي من الاحسن نضيف لها سوس فينيغرات ونضيفها على تسعة ماشي مشكلة يعني ما فيهاش الخص لك نقول انه كيلو واكف نضيف لها سوس فينيغرات السلطة الثالثة سلطة اللوبيا الحمراء تدجي ممتازة احتهاية انا اتبرع تعليقكم في السلطات يلا كونوا سخيات معي بتعليقاتكم وباللايكات ديالكم والله يجازيكم بخير من بابي التشجيع والتحفيز اخواتي فضلا متنسونيش من واحد اللايك وبرتجيوا الفيديو ديالي مع الحباب ديالكم اللوبيا الحمراء اضفت عليها كيف كتشوفوا معي بصيلة الخل الخص وماطيشة انتو ما كتشوفوا دكشي قاعلي وجيت كان بقى نعود رجع والدورة المعلبة يعني علبة ممكن انكم تقسموها قاعلي هاد السلطات والفلفلم شوية حبة وحدة من كل جهة واضفتها في السلطات ديالي كاملين وكيخرجوا الخير والبركة ما شاء الله وهاي السوس فينيغة ديالي حتى هي وجدة كنضيفها للسلطات ديالي وهاي وجدة في هذا الوقت اراني دخلت البطاطا للفران ما نقولش لكم علاري حكا تكون في هاد اللي كتكون في البطاطس وبالنسبة لهات السلطات هي كتجي غزالة غزالة باللوبيا الحمراء البطاطا ديالي هاية حمرات وجدة تجي مقرملة وكل شي كيبغيها صغير وكبير بهاد الأعشاب اللي درنا لها البصل بودرة وتوم بودرة يا سلام سوف اخذت طبق ديالي باش غدين نقدم هاد السلطات ديالي هادي سلطة ديال السمطير كدش رائعة أروع من الروعة كيف نقوله غزالة هاد السلطة ان شاء الله نبغيكم تجربوها وهنا يا سلطة ديال لوبيا الحمراء حتى هي فيها الخصفة فيها البصلة فيها الدولة المعلبة يعني كدجيتها هي زوينة بزاف ونغيرو بهم والضيوف ديالنا بتحمير تلوجة يعني نقدموه تشكيلة رائعة من السلطات السلطة ديال الحمص لي كتعجبني بزاف وكتعجبني سلطة ديال الحمص وكتعجبني سلطة العدس حتى هي كتعجبني بزاف وهاكينا في القناة زينتها بشوية ديال زيتون أسود والبطاطة ديال الناء المحبوبة الكل صغير والكبير ها يرشيط لها شوية ديال المعدنوس كنتمنى كنتمنى أخواتي الاقترح ديال هاد النهار يكون ناس استحسانكم سلطة ديال هاد النهار يكون عجبوكم ما تبخلوش عليك يبدو تائما من باب التشجيع والتحفيز واحد لايك وتعليق مشكورات ولكم الأجر نطلقوا ان شاء الله فيديو جديد والسلام عليكم